اشتركوا في القناة في اعمال القمة الاولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الاوروبي والتي عقدت في بروكسل بمملكة بلجكا اشهد المجلس بمضامين الكلمة وما اكدت عليه بشأن رؤية دول مجلس التعاون والاتحاد الاوروبي لتعزيز الامن والاستقرار والوحدة الاقليمية وايقاف عجلة التصعيد الحالية في المنطقة وتجنب صراع اقليمي اوسع وكذلك حث الدول على الانضمام للمبادرة التي دعا اليها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بعقد مؤتمر دولي للسلام بالشرق الاوسط ثم تابع المجلس الاجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارات والاجهزة الحكومية تنفيذا للامر الملكي السامي والذي اصدره حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ايده الله بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين واحياء قصر عيسى الكبير وتطوير لمحرق بما يحفظ هويتها التاريخية والثقافية وتوجيهات صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس المجلس الوزراء حفظه الله بالبدء بالاجراءات الفورية لخطة تطوير مدينة المحرق وفي هذا الصدد وفق المجلس على استملاك عدد من العقارات في المحرق ضمن متطلبات عملية التطوير وذلك بنان على مذكرة سعادة وزير شؤون البلدية والزراعة بعدها شاد المجلس بالجهود والمتابعات التي قامت بها وزارة الداخلية وزارة الخارجية والتي تكللت بعودة المواطنين البحرانيين الخمس الموقفين في الجمهورية اليمنية الشغيقة ثم هن المجلس الأمم المتحدة بمناسبة يوم الأمم المتحدة مؤكدا المجلس على همية مبادئ وقيم الأمم المتحدة بعد ذلك وفق المجلس على المذكرات التالية في ضوء المرسوم الملكي السامي الذي صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في سبتمبر الماضي بالعفو عن 457 محكوما وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم وبناء على توجيه صاحب السمو الملكي وللعهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله فقد تم تكليف معالي وزير الداخلية وسعادة وزير العمل بتسجيل المشمولين بالعفو الملكي السامي المستوفين للشروط والأنظمة ضمن المستفيدين من إعانة التعطل للبحثين عن عمل مذكرة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب بشأن اعتماد تقارير الهيئة مذكرة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب حول أداء قطاع التعليم والتدريب بمملكة البحرين والذي أظهر مواصلة التحسن في أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية ومستوى البرامج الأكاديمية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على ثلاثة اقتراحات برغبة وثلاثة اقتراحات بقانون مقدمة من مجلس النواب وفي بند التقارير الوزارية فقد أخذ المجلس علما بما يلي نتائج المشاركة في اجتماع الدورة الحادية عشر للجنة العليا المشتركة البحرينية الكويتية نتائج المشاركة في عمال الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة وعمال الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر نتائج المشاركة في الاجتماع التاسع وثمانين لمجلس وزراء الاسكان العرب ومجلسه التنفيذي تقرير وسعادة وزير التربية والتعليم حول استضافة مملكة البحرين لدورة الألعاب المدرسية الدولية الفين واربعة وعشرين نتائج الزيارة الرسمية لسعادة وزير الصناعة والتجارة إلى المملكة المتحدة ترجمة نانسي قنقر